السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الكرام رجعنا لكم فيديو جديد الموضوع في هذا الفيديو هذا هو تجهيز ذكر وانت الحسون لموسم التزاوج اذا الاخوان اول حاجة سنبدأ بها واخر مرة سنهضر على هذا الموضوع واخر مرة سنهضر وانت سنهضر عليه بالتفصيل هو ميلوديل كانتو ولا طابرنيل كانتو شوف انتا كيف تستعمل المهم طريقة عندهم وحدة خمسين ميليليتر دي الماء معديني ما تديرش لمدروبيني حيث يكون فيه الكلور يقدروا الطيور ما يستفدوه لنا من دوك الفيطامين دير ماء معديني غدير فيه خمسة وعشرين قطرة دي الميلوديل كانتو خمسة وعشرين قطرة انا سنعبرها قدامكم باش ميعود شي واحد يجي يسوّلني حيث هدرج على هذا الموضوع هذا بزاف وباقي الناس يسوّلوني شحل نعطي من قطرة شحل المدة اليوم ما غنهضر عليه بالتفصيل يعني أنا دابة في هذه الفترة هذه بديت تجهيز ديال الطيور ديالي سواء الدكور او الإينات انا غندير قدامكم مشي تجاريبة براتيك قدامكم باش كل شي يشوفوا ها هي الشرابة ديال خمسين ميليليتر غندير فيها خمسة وعشرين قطرة ديال ميلوديل كانتو بالنسبة لطريقة ديال التقديم لأسبوع اللول والأسبوع الثاني سنقدموه جوش ديال المرات في الأسبوع الأسبوع اللول والثاني جوش ديال المرات في الأسبوع يعني ما تالي شعر اطيها 2 متى تعوير م basket الأسبوع الآخر عوση تاني 2 متى يعني جوش ديال المرات في الأسبوع التالي بس سيادة يوما مع العشرات الصباح قدام علاو years مع العشرات الصباح توضيحfu ان يضح hoy نعمدّن أو مدفن يعني 24 ساعة ن escola نغيد إلىlaim 8 أهل أسبوع 3 الأسبوع هنا سيقدمه여 3 أبداة المرات في الأسبوع إذا سالين نفس الكيمياء التي ستقدم ليهما في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ونفس الكيمياء التي ستقدم ليهما في الأسبوع 3 وتالossip أسبوع الأول والآله لأسبوع الثالث وجه collab تلズع أحد ثلاثة المرات الآن بعمل وقم بها وش واحد يجي يسولني عليه حتى هضرت عليه بزاف صراحة وباقي بنادم يجي يسولني انا شرحت لك بطريقة كما هي ندوزل الانات 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 كان نخدمه معاهم بكالسيفيكس كما شو معايا في الفيديو اربع حبة في نصف لتر ديال الماء حسب عدد الانات اللي عندك اربع حبة في نصف لتر ديال الماء خلطها مزيان اعطيها الانات يشربه اربع حبة في نصف حبة في لتر ديال الماء اعطيها الانات يشربه كما تشوفوا قدامكم انا هنا قدرت لكم غيات تجريبة قدامكم باش ميجي شي واحد يسولني كتشدك الربيع ديال الحبة كتدروا فاحة الورقة بحلكك او شي حاجة كتدقهم زيان يعني احتتي ولي ببودر كتخلطوه مع الماء وكتقدموه للانات ديالك بالنسبة لطريقة ديال التقديم طريقة ديال التقديم الاخوان كان نعطيها ربعا ديال الايام متابعة وكان نحبسوها يعني في كل جوج الاسابيع كان نعطيها ربعا ديال الايام يعني مثلا الشهر بدام عندنا نهار واحد اتعطيه نهار واحد وجوج وثلاثة اربعة مع التغيير ديال الماء يعني كل نهار تقدليهم اربع جديد يعني كل نهار تقدليهم مجديد ما يتخليه اليوم اربع ايام وهو في المشربية غد يخسر لندك الدواء واللي يعطيه الريحة اذا كل نهار تعود دير ليهم واحد جديد اعطيه نهار واحد جوج ثلاثة واربعة حبس عليهم هذا بالنسبة الكالسيفيكس حبس عليهم كالسيفيكس نهار خمسطاش في الشهر يعني النصف في الشهر اتعاود تعطي اربع ديال الايام اخرى اللي هي خمسطاش وستاش وسبعتاش وثمنتاش يعني هذه هي الطريقة باش كنخدم مع الانات بالنسبة للنظام الغدائي اللي غنقدمه للانات في هذه الفترة سهل ما هو؟ سنعطيه للانات البيض مسلوق الايام اللي تعطي فيها المكمل الغدائي ما تعطيش البيض يعني ذاك الربع ايام اللولة ما تعطيش فيها البيض من اللي تسالي كالسيفيكس تماما بتتعطي البيض ستعطيهم البيض مرة في الأسبوع هذا الشيء من اللي تعطيشهم كالسيفيكس مرة في الأسبوع بالنسبة للأسبوع الثاني ما تعطيش فيه كالسيفيكس ستعطيهم البيض جوج مرات في الأسبوع بالنسبة للأسبوع الثالث اللي ستعطي فيه كالسيفيكس ستعطي للانات البيض ديالك مرة في الأسبوع الأسبوع الرابع اللي هو آخر أسبوع في الشهر ستعطيهم البيض ثلاثة ديال مرات في الأسبوع اذا هنا الاخوان تظن ما بقى تشي حاجة ما واضحاش كل شي ولا واضح وشنو اخر اذا هنا هدرنا على الذكر على ميلودي الكانتو هدرنا على الطريقة بتفصيل كيفاش كتختم به هدرنا على الانات على كالسيفيكس هدرت لكم على الطريقة بالضبط كيفاش يتقدم كيفاش كنقدم انا الانات بهاد شي اللي تنخلط قدامكم هو لي غنعطي الانات اللي عندي حاجة اخرى هو الباطي ديال الدود إذا عندك الباطي ديال الدود قدموا للانات ديما في القفاص طيلة من دابة حتى يسلي موسم الانتاج لا لديك مشكلة حيث الباطي ديال الدود للاخوان ما فيهش البيض غالبا جميع الانواع الباطي اللي تكون فيهم الدود لا يزيدوش معهم البيض إذا انت قدرت تعطيه للانات في الوقت فاش تجهزها في الوقت فاش يكونوا عندها الفراخ احتسالي موسم التزاوج وانا كي يعجبني صراحة الباطي ديال الدود من النهار خدمت به كل عام كن خدم به إذا لقيته خوده وخدم به الفراخات ديال الكفارة هزوين وغادي تجربه وورد عليه الخبار ما نعطيكم تشي مارك قلب نجا سين عند مول المحل ديال الطيور قل لي اعطيني الباطي ديال الدود إذا عنده غير يعطيه لك ومن الأحسن شريبك ايه باش هكوا تكون عارف تاريخ ديال الصلاحية ديالها ما تقدمش شي حجل الطيور ديالك ما عندك شباش تشريبك ايه قسموها جوج ولا ثلاثة تافقوا بيناتكم شريوها وقسموها عادي جدا بالنسبة للحبوب انا كنقدم الخلطة ديال الحبوب على طول العام إذا انت تقدم الزوان ولا البراقة بوحدها للطيور ديالك فهنا حاول تطلع عليهم شوية تحاول تعطيهم واحد ثلاثة تلمرات الخلطة ديال الحبوب فها مهمتها هي في الجهيز لا بالنسبة للإينات لا بالنسبة للذكور الخلطة ديال الحبوب راني ضيجة هدرت عليها ووريتكم انا الحبوب باش نخدم يعني تقريبا را جميع انواع الحبوب تقدمها للطيور ديالي على طول الموسم ما كدرهم ما كدير لهم تشي حاجة هادك اللي يبقى يقول لك رلا الخلطة ديال الميلانج تدير الطيور الكبدة تتمردهم بالكبدة هذه هدرة ما كينشات الشادة نهائيا انا كنخدم بيها اذا كما كتشوفوا الاخوان هنا ووريتكم غير الشرابة كيفاش دايرها الشرابات كنخدم ديما نقين هذه رماشي جديدة هادية اللي كانت عند لأونتا الشرابات ديما كان نغسل لهم باش يبقوا الطيور ديالي بصحة جيدة الى عندك الشرابة تتبقى حتى تتوصخ على تتحيدات بدلات الطيور ديالك فمع امرك غير توصل لشي حاجة وهنا لاخوان بغيت نشارك معاكم واحد الفكرة اقترحوها لي بعض الاخوة الى كان بزاف ديال الناس موافقين عليها فانا غير حبيها ونقدروا نديرها الفكرة هي اننا نبقوا نديروا لايفات في الانستغرام ونتشاركوا المعلومات وفي نفس الوقت فيدني ونفيدك يعني اي واحد مهتم بالتربية ديال الطيور الحسون ولا الكاناري يبقى يطلع معنا في اللايف تحاوروا في هالضومين هذا ديال الطيور كما قلت لك شفيدني ونفيدك اي واحد عجباته الفكرة يخلي لينا كومنتر عجباتني الفكرة وبهكو الى طلعنا الانستغرام ووصلنا الواحد العدد كبير نقدروا نبدو نديروا اللايفات الانستغرام غتلقاك في الوصف هو الصفحة ديال الفيسبوك وبهذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة